ما عندكش فرق انك تخلص بالكثير او بالقليل انه لطلوك هو مش عارف يحسبها هو احنا اكتر ولا قليلين ما انت مرات تحس ان اللي عندك يكفي للمشكلة داية و مرات تانية تحس ان اللي عندك ما يكفيش للمشكلة داية بنفس الظروف طب انا قادر ولا مش قادر اكفي ولا ما كفيش هو رايح روحه قال له انت ما عندكش مشكلة انت تدخل في الموضوع سواء اللي كان عندي يكفي او اللي عندي ما يكفيش مش مسألة استضعاف قدام الله مش مسألة ان هو بيمثل ان هو ضعيف قدام الله لكن حساباته بتقول كده هو تبص خمسمائة وتمانين قلب يعملوا او ما يعملوش مش دي شغلانتي انا شغلانتي حاجة تانية اذا ما انت ما تدخلتش ما عنديش امل اذا انت تدخلت عندي يقين مش مكورة امل عندي يقين ان انت ما عندكش مانع يقوله كده هو ايها الرب ليس فرقا ما فيش فرق عندك رب انك تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة ما عندهش اي فرق بس في الاخر مين اللي سيساعد مين اللي وصلنا النصرة من عند مين من عند الرب بش كده النصرة من عند الرب دول هؤلاء بالخيل وهؤلاء بالمركبات يجو دول زي ما هم عايزين ويجو دول زي ما هم عايزين لكن النصرة من عند من عند الرب اولا واخيرا مرات تلاقي الحل واضح قدامك بشريا حمشي في المشوار بالطريقة ديت وربنا مرتب حاجة مرتب شخص مرتب اعرف مسكة معينة امشي فيها الكلام ده كل او مش مرتب لكن في الحالتين انا معتمد والتكالي الاول والاخير هو على ان الرب هو الذي الذي يصنع كتير جدا الرب بيجهز الحل قبل ما تحصل مشكلة وكتير جدا اما فوق ولاي قدامي تحدي كبير اكتشف ان الرب جهز لي كمية من الحاجات ينفع ان انا استخدمها في الوقت دوت ينفع بيحصل لكن كتير كمان بيعمل مرات تانية يعمل غير كده تماما يقفني قدام حل زي ما حصل مع مع ابن آسى بعد كده اللي هو يهوشفاط قال له بقى ده احنا بقى ايه نحن لنعلم ماذا نفعل ولكن نحوك عيوننا المفتاح هو انت يا رب المفتاح هو انت الله بيستعخدم الطرق الطبيعية بيستخدم الطرق غير الطبيعية بيستخدم اللي عندنا واللي مش عندنا بيستخدم اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش القصة كلها تتربط في حتة واحدة مين اللي بيحرك الامور مين اللي ليه الكلمة الاخيرة مين اللي بيعرف يتصرف اروح لي مين اروح لي مين قال له بص انت معندكش فرق احنا كتار احنا قليلين حسب هالك دي بتاعتك انت لكن انت رب المنتهى البساطة معندكش فرق ان تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة موسيقى موسيقى